اشتركوا في القناة ضربة قوية جدا لاقتصاد اسرائيل نتيجة الحرب على القطاع طول امد الحرب على القطاع والتسع نطاقة ادى الى الضرب بموسم السياحة بالكامل في كان دولة الاحتلال اسرائيلي احتفلات الكريسمس وعطلات بداية العام الجديد وموسم الحج المسيحي كل الاحداث دي كانت تنعش حصيلة الدخل السياحي لاسرائيل وبتساعد على الرواج التجاري في اسواق اسرائيل الحقيقة حالة البؤس اللي سادت على الموسم السياحي هذا العام اثرت بشكل كبير على حركة المطارات في اسرائيل المطارات الاسرائيلية تكبدت خسائر تشغيلية كبيرة حركة التشغيل في مطارات اسرائيل الكبرى وفي مقدمتها بن جورين الدولي هبطت بنسبة 80% عن معدلاتها الطبيعية النهاردة هيئة المطارات الاسرائيلية اخترت 600 من موظفيها بانهم في اجازة مفتوحة بلا اجر اعتبارا من اليوم ولحين اشعار الاخر هيئة المطارات الاسرائيلية قررت تقليص الاجور بنسبة 25% لعدد 2000 موظف اجمالي عدد العاملين في هيئة المطارات الاسرائيلية و4600 عامل وتم استدعاء 1000 منهم للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط الاسرائيلية وده اثر بشكل كبير على كفاءة وانتظام التشغيل في المطارات الاسرائيلية هيئة مطارات اسرائيل قالت ان معدل الرحلات الجوية اللي بيستقبلها مطار بنجورين الدولي حاليا لا يتعدى مئة رحلة يوميا في مقابل 500 رحلة يوميا قبل الحرب وده يضل على الخسائر الضخمة التي تكبدتها اسرائيل بسبب وقف رحلات الطيران بسبب الحرب على قطاع غزة تقرير صادر عن مؤسسة مراقبة حركة كروت الاعتمان المصرفي في اسرائيل كشف عن تراجع مخيف في حجم معاملات بطاقة الاعتمان والخصم في مدينة الات الاسرائيلية ونظرا لكون الات هي مدينة سياحية وتجارية في المقام الاول حجم تعاملات بطاقة الاعتمان السياح الوافدين الالات لا يتعدى نسبة 30% من مستوياته الطبعية في مثل تلك الفترة من العام صحيفة زي جلوبز الاسرائيلية متخصصة في شؤون الاقتصاد والاعمال قالت ان معدل البطالة في مدينة الات قد ارتفع من 3.4% الى 14% في الشهر الاخير من العام الماضي محافظ بنك اسرائيل المركزي عامير يعلون قال في مقابلة مع صحيفة فانانشل تايمز ان الحكومة الاسرائيلية تواجه خيارات اقتصادية صعبة يعلون قال كمان انه لا سبيل الا تطبيق سياسة تقشفية مدامة الحرب على قطاع غزة مستمرة محافظة بنك المركزي الاسرائيلي اتكت تمان ان موزنة الحرب على غزة ارهاقت الخزانة العامة الاسرائيلية المركز الاسرائيلي اكد ان فترة الحرب على القطاع حتى الان بلغت 210 مليارات شكل اي ما يعادل 58 مليار دولار امريكي سعر الشكل الاسرائيلي وصل الى ادنى مستوياته امام الدولار الامريكي بنك اسرائيلي المركزي اضطر الخفض الفايدة مع بداية العام الجديد وده للمرة الاولى منذ عام 2020 يعلون اشار الى انه من المستبعد ان يتعدى نمو الاقتصاد الاسرائيلي بنهاية عام 2024 نسبة 2% بعض خبراء الاقتصاد قالوا كمان ان تأثير حرب غزة على اقتصاد اسرائيل سيقارن باسوأ مما خلفته جائحة كورونا فبراق اقتصاد اكدوا كمان ان خسائر الحرب مع ارتفاع الانفاق الحقومي والاقتراض وكمان انخفاض عائدات الضرائب قد يؤثر على التصنيف الاقتماني لاسرائيل مستمرين مع حضراتكم في تخطيطات اغبارية على مدار الساعة من صالة تحرير اليوم السابع كان معكم محمد جمال والى اللقاء اشتركوا في القناة